السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نقدم لكم ان شاء الله برنامج كيف نصغر الصورة كيف نعمل صورة مصغرة للمقطع الخاص بك في خطويتين وسهل جدا وان شاء الله ما بخلص هذا الفيديو حتى وانت تكون بتعلم للمبتدئين او للمحترفين الكل راح بستعمل هذا ما فيه طريقة ثاني اخرى وهذه الطريقة طبعا سهل اذا فيه طريقة ثاني بتكون انت ما بالغنى عنها لانه هذي الطريقة الوحيدة والطريقة السهلة وتفضلوا معي على هذا على الشرح وهذا وسهل بكم جميعا اولين اخواني العزاء ندخل على على برنامج ها هو اسمه بيكسل اب نضغط عليه بتنزوا عن طريق الجوجل بلي نضغط عليه راح يفتح من ابواجه راح نضغط له السماح شاء منزل جديد ها هو البرنامج طبعا اول خطوة راح نضغط على ثلاث نقاط نختار صورة او خلفية بدك اياها او اي شي بانت حاب تحطه خلفية لمقطع الخاص بك نضغط استعماء صورة من المعرض استعماء ونكبس على اول واحدة بدينا طبعا انت بتختار القائم من الفيديو او من هاي 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 مخزرة طبعا عندي نضغط على الحمراء اول اشي طبعا هون اهم اشي يعني اهم اشي هون لو ضغطت اول المربع مش راح يزبط معك الثاثة اول واحد هذا المربع الثاني هو المخصص والقياس الانسب لهذا للمقاطع للصورة المصاغرة راح نضغط عليه لانه اذا ضغطت اول واحد شو كيف ثاني واحد ثلاث واحد بختلف انت راح تصممها على هذا برنامز نختار المربع الثاني بنضغط على بشار الصح هون بحكيه لك تكتب اي اشي طبعا راح نضغط على هاي عشان عدل في المهاي نضغط عرف ايه عالقلم هون اه بنشطب هاي مثلا بنكتب بسم الله نكتب بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما نكتب ها بنكتب نضغط حسنا ايون اززالها طبعا الكل بعرف بمرامز تصميم الصور اه مثلا بدك حجم هيك هيك انت حر هيك نضغط بدك ايه وكل خطو بتعمل على برنامج بحط صح تأكد يعني ها ضغطنا صح هون بنحط مثلا لون في الوان كثيرة بنحط عشو كثير مثلا اي صح هون في هاض برنامج في خطوات احترافية نحن بالان ملك بسكيف الصمم الصور يعني نضغطها هاي مثلا على نفاعلها مثلا بحط ابيض اسود احمر بدك اياه طبعا هون في شغلة مهمة لاز بتعرفها انه اللون الاصفر هو الاكتر ايش بالفتك بالفتل المشاهد للمقطع تبعك او الكتابة او اي صورة مثلا فيها لون اصفر هو اللون الوحيد اللي يعني خليه مميز طبعا هاد هون هاي الخدمة اي الايقون هاي فيه شغلات حلوه اطلق ايضا نصوي عسا مثلا مثلا هيك بالدكية مثلا خليناها مثلا هيك عشان تكون حلوه منظرها كويس طيب فيه شغلة ثالثة بعضا الايقون هون نضغط على 3D هون 3D نضغط عليها كيف خلصنا هسا فيه شغلة مهمة في الحرق هون شو الشغلة مهمة انه انت لو حفظت الصورة هون راح يطلع معك خطوط البيضة هون مستطيل ابيض ها مخطط انت شو راح تعمل تضغط على طرف الصورة عشان يختفي هذا يختفي الخطوط مثل هيك شو كيف هيك تغير الوضع معانا هيك اختلفت كيف والان هستنتهين مثلا من التصميم مثل بدك تضيب صورة تضغط على الزائد هون بدك تصوح صورة مخصوصة شغلة خص موضوعك تضغط من هون وهون بدك تحط نص بدك تحط الوقت الحالي مثلا اشارة مثلا ونصق اشكال من ال هون بدك صورة تجيب عن المعرض تضطه هون تقدر تتلصقه هون وستضغط على المعرض ها السباب الرجيكو كيف تضغط على من المعرض مثلا حابين نحط ما في صورة عندي هون مثلا نحط هنا نحط نفس الشيء نحط نفس الشيء نحط هاي ثاني واحد نضطها هاي 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 جانا هون هاي تضغط بالدكية ستقرها تكبرها انتهر بنحطها هيك بس للتجربة مثلا او مخصوصة او مثلا بدك ايها نخليها هون بالتعليم فقط و هلا لما ننتهي نفس الشيء بنجيب المربع على بيضها لحوالين الدائر هاي نضغط على الشيء فارغ هاي نضغط على حفظ هون نحفظ نحفظ الصورة بعدين نحفظ من الى المعرض انتهينا من تصميم الصورة الان كبنا نضع الصورة على المقطع الخاص بك نخرج من هاد البرنامج لان نحفظها في المعرض بنروح هلا بنضغط هسا بننزل برنامج اسمه مربع اختيال هاو هاد هاد مهم للقناة هاد ضرورة دائمًا لازمكم متواجد معك ما دام عنده قناة يوتيوب نضغط عليه بلانك هيا فتح معنا مثلا بدنا نغير بدنا نغير صوت المقطع هذا فيديو بث تجيب لليوتيوب مثلا بدك مقطع ثاني هون تلقي كل مقاطع هون على الفيديوهات هون ها تحط مزيد مثلا بظهر كل الفيديوهات بطيك مثلا كم مشاهدة كم تهليق مئة بالمئة احصائيات كام بطيك للمقاطع نضغط على هذا الفيديو عشان نعط له صور مصاقرة مثل هذا المقطع الصار مدمر يضرب المقرأ مثلا شوف كيه مثلا نضغط على ها المقطع لفوق ونضغط على القلم هون والان بنضغط على التعديل الصور المصغرة هو ثلاثي يعني باختار لك ثلاث صور من المقطع هو تلقائي انت ما بدك بتحط من هذول بتحط على نضغطون على الصور المصغرة مخصصة نضغط عليها ها يودانا مباشرة على الصور الما فيه ثلاثي نضغط على الصور الملي في المعرض شوف كم يجت مئة بالمية اجت كاملة ها اجت كاملة انت لو اخترت مربع قصة لك هيك قصة لو اخترت مربع ثاني قصة مثل ما علمتك على نظام المربعات القابل والمستطيلات طيب الان نكمل بنضغط تحديد نضغط على تحديد هون وبعدها بنضغط على تنزيل الصور المصغرة هون على السهم هون هايو تم تنزيل الصور المصغرة وبعدها بنحط حفظ طيب الان بنروح على المقطع تمعك هايو ها الان صورتك جاهزة ونزلت على المقطع نتأكد هترجوع هيا نزلت هيا نزلت وان شاء الله انكم استفدتوا ومتمنى انكم تشتركوا بقناتي وراح نقدم لكم كثير من الشغلات اللي راح تفيد المبتدئين على اليوتيوب معانها شغلات بسيطة بس ولكن صعبة على كل شخص ما بعرفه وما بعلم فيها وان شاء الله راح نقدم لكم الافضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته